السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا عندي سؤال بخصوص أحكام التلاوة والتجويد ندرس في المدرسة أريد أعرف رأيه للبيت عليهم السلام في موضوع أحكام التلاوة والتجويد طبعاً موضوع أحكام التلاوة والتجويد هو موضوع ذات أغلبية سني موحد سني موحد ما عندنا هذا بالروايات عن أهل البيت عليهم السلام هاي الكلاوات والألاعيب والإدغام والغنة هذا ما موجود هاي كلها ما موجود احنا عندنا شي واحد عندنا أنك تفقه تفهم اللغة العربية لتقرأ بس يعني حتى حينما تقرأ القرآن لا تغني به هذا مذمون بالروايات هناك رواية النبي يقول في آخر من علامات آخر الزمان سيتحول المصحف إلى مزمار وفعلاً هذا هو الموجود اليوم احنا شنو صار عندنا المصحف مزمار كلها تغني لا يفهمونه لا يفقهونه لا يعرفونه كل شي محد خليل اللي يعرفونه بس أما ذات الأغلبية لا ما يعتبرين طرب طرب موسيقى الله يخرب هاي بمصر يسوونه يقول لا يخرب بيتك يخرب بيتك رايح طرب 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 صوت جميل ومحوله على شكل غنية الناس عاجبها هذا الشي هذا احنا ما عندنا احكام تلاوة واحكام تجويد هذه هي كلاوات على الأحواط لزوما نعم تعرف اللغة العربية اي هذا لا يعني لازم حتى تقدر تقرأ أما هذا الإدغام والتركيب وشي تركبه بشي وشي تحطه بشي هذا لا 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 الواجب عليك لتقرأ تعرف اللغة العربية فقط أما الباقي هاي من كلاوات السنة لأنهم لا دين لهم لا روايات لهم عندهم بس المصحف فيردون يشغلون نفسهم بأي شي يحاولون يستخرجون من المصحف أشياء زائدة من هنا ومن هنا تلهيهم عن عذاب الآخرة وما ينتظرهم من عالات قديمة فيطلعوا لك تأجوي التأويل وهو هذه الأشياء وبدت تدخل المدارس الشيعية احنا عندنا عندنا اللي عندنا احنا تفهم اللغة العربية فقط